في مؤشرين على توجه لإعادة إحياء النظام البوليسي السائد قبل الوحدة عقدت الجماعية العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي دورتها الأولى في عدن باعتبارها ممثلا شرعيا عن الشعب بعد أن عين عيدروس الزبيدي جميع أعضائها وفقا لمصالحه بدعم إماراتي أما بن بوريك رئيس الجمعية فقد اعترف بشرعية هادي ورفض حكومته على غرار انقلاب الحوثي في صنعاء الاستبداد والتناقض كنهج للانتقالي نعترف بشرعية هادي وجمعيتنا ممثلا شرعيا للشعب في مستهل عقادي ما يسمى الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الذي شكله عيدروس الزبيدي وهاني بن بوريك عقب إقالتهما من منصبيهما العام الماضي قال رئيس المجلس الذي شكل باختيار شخصي منه إنها تمثل صوت الشعب وممثلا شرعيا له في مؤشر واضح على إعادة إحياء النظام البوليسي جنوب اليمن يحاول المجلس السير قدما في متاهته الإقصائية بتحميل الحكومة التي كان جزءا منها قبل إقالته كامل المسؤولية عن ترد الخدمات الأساسية في المدن المحررة في الوقت الذي يعمل فيه مع ميليشياته على تقويض مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية وإنشاء السجون السرية لتعذيب المخالفين والمختطفين والمخفيين قسرا في منازل قادته ومعسكراته أما المحافظ المقال أحمد بن بوريك رئيس جمعية المجلس فقد أكد اعتراف المجلس بشرعية الرئيس عبدرب منصور هادي لكنه كغيره من أعضاء المجلس يتواعدون بإسقاطها سلما أو حربا في طريقة تشبه دعاو الإنقلاب الحوثي الذي كان يهدم أركان الدولة ويعترف برئيسها هادي وبرأي مراقبين فإن عدم الاحتفاء شعبيا بذكرى سبع سبع الأسود يعود إلى قضاء المجلس الانتقالي على النهج السلمي للحراك وإقصائه لكل أصوات جنوبية التي توافق عليها دولة الإمارات الداعمة الرئيسية للمجلس والتحول إلى العمل المسلح بدعمها وكرد جنوبي من الحراك السلمي على توجهات المجلس الإقصائية والبوليسية والتي من خلالها يريد الانتقالي تحويل المجلس من جماعة سياسية متطرفة إلى دولة بوليسية أشد طغيانا من دولة الحزب الواحد رفضت اللجنة التحضيرية للاحتفاء بذكر انطلاق الحراك أن يكون مجلس عيدروس ممثلا للشارع الجنوبي وسخرت من مزاعم التفويض التي يدعيها المجلس مؤكدة أن لا تفويض ولا تمثيل لأحد ما لم يكن هناك إجماعا جنوبيا شاملا أكثر من ذلك طالبت اللجنة التحضيرية للحراك الجنوبي بعدم اعتقال وخطف أي شخص خارج القانون ودعت إلى الإطلاق الفوري للمختطفين والمعتقلين لدى ميليشيات المجلسي وداعمي وخاصة المحتجزين في سجون خاصة أو تابعة لميليشيات مناطقية أو إماراتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة